في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي ممكن الواحد ينامه يصحى تاني يوم بقى يلاقي احمرار في العين بدون أي مقدمات وكمان ممكن يكون مصاحب ليه ألم شديد في العين الموضوع ده للأسف ممكن يكون متكرر بشكل دائم عند ناس كتير قوي وبيكونوش عارفين ايه هو السبب اللي بيخليهم في التوقيتات معينة في السنة او في حالات معينة عينيهم بتوجعهم بشكل غير طبيعي وبجد ما بيكونوش قادرين يتحمل الوجع اللي هو بتاعينيهم ده في أغلب الأوقات بيكون حساسية في العين واللي في الغالب برضو بيعاني منه ناس كتيرة بسبب تغيير الفصول او عدم الاستقرار في الطقس زي اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي وللأسف في بعض الحالات الموضوع بتطور ويسبب أعراض كبيرة تستدعي ان الواحد لازم يروح للدكتور حسية العين بقى ببساطة هي عبارة عن رد فعل عكسي من العين بسبب تعرضها لمادة معينة زي التراب او الاتربة او غيرها من الحاجات دي وبالتالي هي عبارة عن نوع من أنواع دفاع الجسم ضد أي جسم غريب ممكن يسبب أي ضرر للعين الفكرة بقى هنا ان الحساسية دي بيجي معاها مجموعة من الأعراض في منها الأعراض العادية اللي هي تعتبر مش خطيرة زي الحكة او احمرار العين او الدموع واللي بتنزل بشكل لا اراضي وبتكون دموع شفافة وكمان ممكن الحساسية تكون سبب في الشعور بانتفاخ في جفون العين وانتفاخ العين بشكل عام وده ممكن في بعض الأحيان يكون شديد جدا سواء بقى في العينين او في جفون زي ما ذكرت بس في النهاية طرق التعامل معاها بتكون بسيطة وسهلة لكن في أعراض تانية للأسف بتكون إشارة لأنه وبتكون خطيرة جدا وبتكون بتسبب حاجات خطيرة زي الإجزيمة والربو وهنا بقى الموضوع بيكون تطور وبيحتاج تدخل تبي بشكل مختلف وسريع عشان نتجنب أي مضعفات أكتر من كده ممكن تأذي عنينا